بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلاً ومرحباً بحضراتكم على قناة STC سالمونة ريدنج شانيلا مع كورس وقف الخسارة في التداول ومع الحلقة الثانية من هذا الكورس تحت عنوان موقف المتداول من الخسارة حال وقوعها من الطبيعي أن يخطئ المرء في بعض قرارات الشراء أو البيع في تعاملاته بالبرصة وهذا ليس عيباً في حد ذاته لكن المشكلة تكمن في معاندة السوق إياك ومعاندة السوق والاحتفاظ بالمراكز الخاسرة بدلاً من اللجوء إلى تصفيتها بسرعة إن أول خسارة للمركز المفتوح هي في الأغلب الأعم أصغر خسارة فالمقولة الدارجة بين أوساط المضاربين اقطع خسارتك وترك أرباحك تتم وتطبيقاً لها يلجأ معظم المضاربين إلى استخدام أوامر وقف الخسارة التي تعتبر بمثابة الدرع الواقي ضد مخاطر تحرك الأسعار في اتجاه معاكس للتوقعات وذلك بهدف وقف الخسارة وحصرها في حدود يمكن تحملها ويمكن تعريف أمر وقف الخسارة بأنه أمر للبيع أو للشراء يتحول بمجرد وصول سعر التداول بالسوق إلى سعر معين إلى أمر للتنفيذ بأفضل سعر جاري في السوق فأمر البيع يستخدم في حالة فتح أو وجود مركز طويل توقعاً لصعود الأسعار حيث يتم إصدار أمر بيع بسعر أدنى من السعر الذي تم الشراء به وأدنى من السعر بالنسبة للسوق الجاري وذلك لتقليل الخسارة عند هبوط الأسعار بدلاً من ارتفاعها أما أمر الشراء فيتم استخدامه في حالة فتح أو وجود مركز قصير توقعاً لهبوط الأسعار حيث يتم إصدار أمر بالشراء بسعر مرتفع عن السعر الذي تم البيع به ويرتفع عن سعر السوق الجاري وذلك للحماية والحد من الخسارة الناجمة من جراء تحرك السوق في الاتجاه المعاكس للتوقعات وكثيراً ما يقوم بعض كبار المضاربين بتحديد نقطة معينة لقطع الخسارة بدون إصدار أمر صريح في السوق بذلك فيما يعرف بالوقف الذهني للخسارة هذه الوقفة هي بمثابة خط أحمر أو صافرة إنذار للتذكرة ومراجعة الموقف وإعادة تقييم السوق في ضوء آخر التطورات إلا أن هذه الطريقة ينبغي أن لا يستخدمها سوى المحنكين فقط حيث أن غير المحنكين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية بالأسواق عادة ما يبحثون عن وسيلة لتبرير عدم التزامهم بقطع الخسارة أما عن كيفية الاختيار السليم لمكان وضع أمر الخسارة فهذا ما سوف نتعرف عليه في اللقاء القادم إلى أن أقرأت لكم حرارة تحيات مستر محمد السيد السلموني ترجمة نانسي قنقر